دولة تلو الأخرى من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مؤسساته تؤكد التشبت بالشراكة مع المغرب وتشدد على حيوية وستراتيجية هذه الشراكة ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد والمغرب النمس أكدت اليوم على تشبتها بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالمملكة ودعمها لتصريح المشارك الصادري عن رئيسة المفوضية الأوروبية وعن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بخصوص هذا القرار نفسها التأكيد صدر عن البرتغال التي جددت عزمها على العمل مع شركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية لتعمق هذه الشراكة في جميع المجالات التأكيد على التشبت بالشراكة مع المملكة في أعقاب قرار المحكمة صدر في سابق أو في وقت سابق عن إسبانيا وفرنسا وهنغاريا وبلجيكا وهولندا وفنلندا وإيطاليا وعن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في تصريح مشترك طاري خانم من أوروبا حيث تتوجد محكمة العدل الأوروبية يعلو صوت دعم دول الاتحاد للمغرب عواصم تعلن تشبثها بشراكتها للسيثنائية والاستراتيجية مع الرباط البرتغال ردت على قرار المحكمة بتأكيد الشراكة الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قائلة عبر بيان خارجيتها إنها ستعمل مع الشركة والمؤسسة الأوروبية لتعميقها في جميع المجالات موضحة أن بين الاشبون والرباط شراكة استراتيجية وعلاقة طويلة من الاحترام والصداقة بزخم سياسي وديبلوماسي واقتصادي من جانبها دعت إيطاليا المحكمة الأوروبية أن تأخذ بعين الاعتبار قوة الشراكة ومتانتها واستراتيجيتها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدة أن هذه الشراكة أساسية وتضم مجالات الفلاح والصيد البحري في النالدة الدولة الواقعة في شمال أوروبا التحقت هي الأخرى بركب المتمسكين بالشراكة مع المغرب مجددة التزامها القوي بعلاقات الاتحاد والمملكة معلنة دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الداعي إلى الخفاض أكثر على العلاقات الوثيقة بين بروكسل والرباط وتعزيزها في كافة المجالات كما جددت النمسا تأكيدها على تشبثها بعلاقتها الممتازة مع المملكة مشددة على أنها ستدرس بعناية قرار المحكمة داعمة في الآن ذاته التصريح المشترك للمفوضية والاتحاد الأوروبيين إعلان لشبهنا وروما وهيلسينكي وفيينة عزز مواقف بريس ومادريد وبروكسل وبودابيست الداعمة للشراكة الاستثنائية مع المملكة والتي تشمل مختلف المجالات ورغبتهم القوية في الدفع بها قدما مواقف تزامنة إعلان المغرب أنه غير معني بقارة محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلحة والصيد البحري بلغ وزارة شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج أكد أن الرباط لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة مبرزا أن مضمون القرار تشبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات ما يؤشر بحسب البلغ على جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا ترجمة نانسي قنقر